مسألة هنا اقتصادية هيك شوي انه اي دولة عندما تواجه مشكلة اقتصادية هل النتائج مضمونة اذا ما وضعت حلول وفق الخبراء حلول عقلانية توصف بالعقلانية وشفافية وغير شفافية هل النتائج مضمونة يعني لانه رأينا طيلة السنوات الماضية دولا تنهار اقتصاديا رغم وجود خبراء فيها يعني حتى في امريكا الان هناك مشاكل اقتصادية وافلاس بنوك اقتصاديا يعني المسألة مرض ودواء وشفاء ولا لا في عالم الاقتصاد ما يوجد سفر وواحد اما نعم او لا هو يعني نسبة التنبؤ والاحتمالات فيه عالية جدا وعندما نقول بان هذه البرامج او الخطط الاقتصادية في الغالب اذا تم تحقيق سبعين في المائة ثمانين في المائة منها فان الفريق يكون سعيد بهذه الانجازات ولكن في عالم الاقتصاد لا نستطيع ان نتنبأ مئة بالمئة بالمجريات ولو كانت نستطيع ان نتنبأ مئة بالمئة بالمجريات لما رأينا كل فترة هناك مشاكل اقتصادية لكان الخبراء انفسهم قادرين على حل المشاكل قبل وقوعها جميع وتنبؤ بها قبل وقوعها وبالتالي هي مجموعة من التخمينات والتنبؤات حتى بالنسبة للازمة الاقتصادية العالمية هذا مثال بسيط صحيح طيب دكتور ربما يمكن بما انه الموضوع تنبؤات لماذا يلجأ الان الى القول انه والله رفع نسب الربا سيحل المشكلة او سيعالج جزءا من المشكلة وخليني ربما اكون درويشي شوي بهذه المسألة انه لماذا لا يكون العكس هو الحل لماذا لا يكون تصفير نسبة الربا هو الحل والحقيقة الجواب يأتي من المدارس الفكرية الموجودة في عالم الاقتصاد لدينا مجموعة من النظريات تسمى النظرية الكمية للنقود هذه من القرن السادس عشر الى يومنا هذا وتم تطويرها على ايدي الكنزيين ولدينا فريدمان من بعده في خمسينيات القرن الماضي كل هؤلاء الخبراء الاقتصاد يقومون بتطوير نماذج ونظريات اقتصادية ولكن في حقيقة الامر التطوير يكون هو احيانا في المتغيرات وفي اطراف المعادلة نفسها يعني في المتغيرات والمعادلة نفسها ولكن جوهر المعادلة جوهر القضية هم في الغالب متفقين عليها الجوهر هو انه هناك علاقة ما بين الفائدة والتضخم باحتبار انه الفائدة يرون بانه هي هي المؤثر الاكبر والرئيس ليس هي الوحيد على الاقتصاد على اسف على التضخم وهذا السيناريو هو في حقيقة الامر هو ليس وليد اليوم يعني عندما نقول في المدرسة الان نحن لماذا نتكلم عن قدوم شمشك باحتبار انه حدث اليوم في تركيا لان الرئيس اردوغان عندما تبنى النموذج الاقتصاد الانتاجي هو في حقيقة الامر هو نموذج قائم على اربع اركان اساسية وهي الانتاج والتصدير والتوظيف والاستثمار جميل هذه الاركان هي اقتصاد انتاجي هي اقرب لنموذج الاقتصاد الاسلامي في حين ان الاقتصاد الغربي هو اقتصاد مالي وهذين الاقتصادين متعارضين تماما يعني لا يقفان على قاعدة واحدة ومن هنا اتى ما هو كثيرون فرحوا لهذا التوجه قالوا انه والله الرئيس اردوغان يريد ان يتخلص من الربع الرئيس اردوغان لديه توجهات باسلامية كما اشرت بالتخلص من موضوع الربع والاعتماد على الانتاج والتشغيل وان يخرج الناس اموالهم من البنوك لتشغيلها بالمصانع واليد العاملة تشتغلوا كل هذه الامور وهذا المعنى يعني يبدو منطقيا وطيبا هل نحن امام فشل هذا النموذج؟ طيب لو اخذنا مثلا هذا المسار نتحدث عن مسار هذا المسار طيب الآن نريد ان نقارن في ملف مهم ما بين التصريحات ما قبل الانتخابات وتصريحات شمشك اهم ملف لدينا التضخم قبل الانتخابات لدينا الرئيس اردوغان والنسب الرسمية بان التضخم سوف ينحصر نهاية هذا العام الى 22.3 وفي نهاية العام المقبل 2024 سوف ينحصر الى 8.8 هذه المدة من شهر يونيو الان الى نهاية 2024 هذه عام ونصف ولو نظرنا الان الى تصريحات شمشك هو يقول خلال عام ونصف قال اعطوني عام ونصف ولا تحدثوني ولا تفرضوا سياستكم علي بالتالي هو طلب عام ونصف المدة هي نفسها والنتيجة هي نفسها بدك تشرح لموضوع التضخم لانه يمكن انا وغيري ما منفهم كتير بموضوع التضخم اذا طلعوا ونزلوا كيف بيأثر على المواطنين بس جاوبنا عن سؤاله المسار الذي بدى جريئا والذي يعني خطه الرئيس اردوغان اقتصاديا وقيل انه يقدم نموذجا جديدا بموضوع كل العالم كان عام يرفع البنوك المركزية الامريكي البريطاني وغيرها صحيح كانوا في موضوع رفع نسب الربا وتركيا تخفض النسبة هل انكسر هذا المسار هل فشلت هذه التجربة لا لا لم ينكسر النتائج جيدة انا ارى انه بالنتائج جيدة ولكن الذي سوف يتم العمل عليه هو اعادة العمل على بعض الاليات والادوات من اجل تعديل مصار هذا النموذج لاننا لو افترضنا بان نشمشك اذا اراد ان يأخذ برفع الفائدة كاداة وحيدة للقضاء على التضخم ما الذي يحدث اجيبك على سؤالين مع بعض اذا رفع الفائدة اذا تم رفع الفائدة ما الذي يحدث الناس سوف تسحب الاموال من السوق وتضعها في المصارف للحصول على ارباح مضمونة هنا ما الذي يحدث للانتاج الانتاج سوف ينخفض صحيح والسوق النشط يدخل في ركود لماذا؟ لانه تم سحب الاموال من السوق وبالتالي بعد سحب الاموال ووضعها في المصارف نشهد انخفاض تدريجي لهذا التضخم لانه لا يوجد عمليات بيع وشراء كبيرة وكثيرة في السوق طيب هل هذا جيد؟ هذا يتعارض كليا مع النموذج الذي كان معمول به اخر ثلاث سنوات لماذا؟ لانك بمجرد سحب الاموال انت قضيت على الانتاج الذي انت منذ ثلاث اعوام وانت تعمل على زيادته وبسحبك وتم تحقيق ارقام قياسية بموضوع التصدير يا سلام عليك حتى مايو هذا الشهر مايو نسبة التصدير زادت وبالتالي نحن حقيقة نلمس نتائج هذا لكن المواطنين من غلاء الاسعار صحيح في المقابل تم رفع الحد الأدنى للأجور وسوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور يوم غد يعني هناك اجتماعي يوم غد لرفع الحد الأدنى للأجور وبالمناسبة شمشك أمام معضلة هذا الرفع قد يكون رفع مؤقت ولكن هل يضمن بالعودة إلى ما قبل هذا الرفع إذا ما تحسنت الليرة بمعنى إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور وأصبح مثلا ثم تحسنت الليرة ما الذي نجده أمامنا نجد أماما بأن المواطن لديه مرتب قوي يصل إلى ألف دولار شهريا قد يصل إلى ألف دولار شهريا إذا تحسنت الليرة مع رفع الحد الأدنى للأجور طيب هذا الرفع لهذه الأجور ينعكس على ماذا؟ ينعكس مباشرة على الإنتاج لأن التصدير سوف تدخل فيه تكلفة هذه العمالة وبالتالي تركيا سوف تفقد مكانتها في مجال التصدير وبالتالي رفع الفائدة حقيقة أنه انخفاض العملة في حد ذاته ليس هو الهاجز الأكبر والرعب الأكبر للدولة هو أكيد بطبيعة الحال هو يخيف كثيرا هو مؤثر على المواطنين مؤثر على قوى الشرائية مؤثر على قوى الشرائية لكن مع رفع الحد الأدنى تم رفع الحد الأدنى للأجور يعني الحد السابق المعمول به الآن هو ثمانية ألف وخمسمائة يعني نتحدث على أربعمائة وخمسين دولار يعني هو إلى حد ما هو يعتبر رقم جيد وفي المؤسسات الحكومية قد يتم رفعه إلى ستة عشر ألف يعني هذه الأرقام هي أرقام جيدة يعني مقارنة بالوضع الحالي حتى لو قارنناها بالدولار المرتبات بما قبل هذا النموذج قبل ثلاث أو خمس سنوات نجد أن المواطن التركي لم يكن يقبض هذا المبلغ بالدولار يعني رفع الحد الأدنى للأجور هو زاد بمرتبه حتى مقارنة بالدولار طيب دكتور هل ترى بأنه التوجه الآن لدى وزير الاقتصاد الجديد أو وزير المالية محمد شمشك مسألة محسومة بأنه سيلجأ لرفع نسبة الربا خليني أخذ معك هذه التغريدة طيب له ماذا قال فيها نأخذ هذه التغريدة للدكتور محمد شمشك يقول بأنه يتطلع إلى العمل مع محافظة البنك المركزي حفيظة أركان لدعمها بصفتها المحافظة الجديدة للبنك المركزي ويقول بأنها اختيار رائع أوراق اعتمادها الأكاديمية القوية سأتي إلى هذه المسألة هي مهمة أيضا لكن أنا أريد التغريدة التي بعدها لو تكرمتم في هذا السياق لدي طلب خاص من مواطنين الأعزاء من فضلكم لا تثقوا بأي أخبار أو شائعات لم تسمعوها مني بخصوص ممارساتنا وسياساتنا شو رأيك بهذا الكلام؟ هل يرد على الشائعات التي تقول بأنه هناك رفع قادم لنسبة الربا طيب بداية يعني هو السياسات حتى الآن أنا أعتبرها سياسات غير واضحة يعني نحن ننتظر منه سياسات واضحة مرسومة حتى هو وعد بالشفافية وبالتالي نحن نريد أن نرى هذه السياسات حتى نقلل نسبة التكهنات والتنبؤات نقطة رفع الفائدة حتى لو تحدثنا على رفع الفائدة فأني أحاول أن أقسم رفع الفائدة إلى مجموعتين تمام الغرب عندما يتحدث عن رفع الفائدة فإنه يتحدث إلى أرقام كبيرة يعني في الرفع الواحد على 650 نقطة أساس يعني يتم رفعها من 8.5% إلى 15% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر